اتفاقية بين الحكومة الشادية والبنك الدولي يلتزم بمجيبه البنك الدولي تقديم دعم مالي للحكومة الشادية يقدر بخمس وثلاثون مليون دولار هذا دعم المقدم من قبل البنك الدولي كما جاء على لسان ممثله المعتمد بالبلاد فرانسوان نانكو بوغو يدخل ضمن اطار مشروع حشد الموارد المالية الداخلية الذي عرفه اختصارا بمشروع بمري حيث اضاف سيد فرانسوان نانكو بوغو في حديثه بان موافقة مجلس ادارة البنك الدولي على منح البلاد خمس وثلاثون مليون دولار يأتي في اطار دعم مشروع حشد الموارد المالية الداخلية للشاد ويهدف ايضا الى المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكامل على مستوى الاقتصاد المحلي ذلك عبر دعم منظومة الداخل الخاصة بالوزارات السيادية من اجل تحقيق مداخل مالية مضاعفة يتمشى مع النفقات المالية للدولة بعد ان شهدت المنظومة الاقتصادية المحلية تعثرا في العامين الاخيرين جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية لذلك في هذا المنظومة الى 35 مليون ساعدة المنظومة 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 والمساهمات المالية والفنيين لا تزالوا مستمر اشتركوا في القناة